شهدت محافظة أسيود بدء صب الخرسانة في قنطرة الضيروتية بعد الانتهاء من مرحلة تجهيزات الموقع والأعمال المؤقتة كما يجري العمل في قنطرتي أبو جبل والسحلية لاستكمال المرحلة الأولى المستهدفة خلال فترة السد الشتوية من الخامس إلى ثلاثين من شهر يناير الجاري هذا ويتم استخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية في أعمال تصميم وتنفيذ بوابات القناطر ما يضمن تحقيق دقة عالية في أعمليات التحكم وتوزيع المياه